الآن نفتح معكم هذه النافذة لتحليل تطورات المشهد سياسيا وميدانيا مع ضيفنا من رامالله الدكتور سفيان أبو زايد الوزير من فلسطيني الأسبق معي الوزير أهلا بك معنا كيف تقرأ هذا المشهد بين التفاوض واستمرار الحرب في قطاع غزة ومظاهرات عائلات المحتجزين في إسرائيل مساء الخير حازم لك ولكل المشاهدين والمتابعين لقناة الغد هناك أجواء تفاول في القاهرة بلا شك رغم أن هناك اجتماعا كما قال مرسلكم في القاهرة هناك اجتماع ما زال قائما بحضور وليام بينز والوفود المفاوضة والوسطى واعتقد أن الساعات القادمة حاسمة جدا ولكن أجواء التفاول موجودة هناك تفاول كبير بأن يتم التوصل إلى اتفاق خاصة على المرحلة الأولى تقريبا المرحلة الأولى التي تشمل أربين يوم هدنة وإطلاق صراح ما يقارب 33 من المحتجزين الإسرائيليين ومقابل إطلاق صراح أسرى وعودة الشمال وانسحاب القوات الإسرائيلية من شارع الرشيد باتجاه صلاح الدين أعتقد أن هذا الأمر هو أصبح جاهزا النقطة الوحيدة التي من المفترض أن يتم إنهاء هذه الليلة هو الوعد الأمريكي الحاسم والصارم أنه في حال إتمام الصفقة لن يكون هناك استعنافا للحرب سواء كان إسرائيل وافقت أو ما وافقت هذه اللاجة الأمريكية الصارمة بدلا من أن يكون هناك بندا واضحا بأن عدم العودة إلى الحرب أو إلى العدوان بعد انتهاء الصفقة إذا ما تم إغلاق هذه النقطة أعتقد أن الساعات القليلة ستكون حاسمة وستبشر بخير المشهد في إسرائيل يختلف ماذا بعد دكتور سوفيان؟ هناك حالة بعد أن توافق حماس إذا تلقت الضمانات أمريكيا بعدم استمرار الحرب في المراحل المقبلة كما تقرأ هذا الأمر ماذا بعد؟ ماذا على إسرائيل أن تفعل المضي قدما في هذا الجانب؟ هل ستقبل إسرائيل أم سترفض رد حركة حماس على هذا المقترح؟ يعني أنا أقول لك أن المشهد في إسرائيل مربك لماذا مرتبك؟ لماذا مرتبك؟ أجواء التفاعل التي صدرت من القائرة خلقت حالة من الإرباك لدى نتنياهو كما وصفها بني جانس حالة من الهستيريا لماذا حالة من الهستيريا؟ لأن مجرد أن كان هناك أجواء من التفاعل وأن حماس قريبة أن تعطي موافقة على الصفقة وأن هناك ضغطا أمريكيا متواصلا وإصرارا أمريكيا مصريا قطريا على التوصل إلى صفقة وأن لا تفشل هذه الجهود صدر باسم نتنياهو باسم مستعار تحت عنوان مسؤول سياسي كبير تصريحين وكأنها تقول لحماس أرجوك لا تقبل الصفقة أرجوك لا تضعوني في موقف حرج ارفض الصفقة التصريح الأول هو أننا لن نقبل أي صيغة تلزمنا بوقف الحرب بعد إجراء عمليات التبادل والأمر الثاني بأننا سندخل رفح سنهاجم رفح سواء كان هناك صفقة أو لا صفقة فسرت هذه الرسالة لأنها موجهة مباشرة إلى حماس تقول لهم أرجوك لا توافقوا أنا مش حمل هيك صفقة لذلك كان هناك ردا سريعا من جانس أيضا موجها إلى هذا المسؤول السياسي الكبير يقول له لا داعي لأن تدخل في حالة هستيريا يعني ما تتصرعش ربما تكون الأمور أفضل من ذلك نتنياهو كما تم الإشارة أيضا في تقاريركم وتقارير المراسلين أجرى اتصالات ومشاورات مع كل المقربين له سواء كان مع رئيس مجلس الأمن القوم ساحة نيكبي مع وزير الدفاع مع مستشار الاستراتيجي روني دريمر ولم يستشر لا بني جانس ولا أيزن كوت وكأنه يقول أنني سأفعل كل شيء من أجل أن تعطل الصفقة ولكن تقديري تقديري حازم أن نتنياهو إذا ما رفض الصفقة وعطلها سيحدث زلزالا سياسيا في إسرائيل هذه المرة لأنه إذا أعلن إذا وافق رئيس المخابرات ورئيس الشباك ورئيس هيئة الأركان وبني جانس وأيزن كوت وغلانت وزير الدفاع أعتقد أن نتنياهو سيكون في وضعا صعبا جدا إذا كان هو كيف ستتعامل مع ذلك كيف تستشرف تعامل نتنياهو مع هذا الواقع في حال كل من ذكرت وافقوا على الصفقة ونتنياهو سموتريتش بن كفير لم يوافقوا على صفقة مع حماس ما المتوقع يعني أنا ربما قلت حازم ربما قلت في أكثر من مرة وفي أكثر من لقاء نعم أنه يوم أسود على نتنياهو إذا قالت حماس نعم سواء هو أعطى موافقة على الصفقة سيكون في مشكلة مع المتطرفين لديه أو رفض الصفقة سيكون في مشكلة مع المعسكر الآخر في كل الحالتين هو عليه أن يختار ما هو الذي أقل أقل مرارة من في كلهما الأمر الآخر الذي أود أن أشير إليه حازم فضل أن الأمريكان على ما يبدو أبلغ الإسرائيليين أنه لن يسمح بمهاجمة رفح سواء كان في صفقة أو ما في الصفقة وهذا يعني وفقا للقوانين التي تزود فيها أمريكا الأسلحة إلى إسرائيل أو أي دولة لا يجوز لهذه الدولة استخدام الأسلحة الأمريكية دون إذن بمعنى الولايات المتحدة يبدو أنها تحضر سلة من الإجراءات القاسية ضد نتنياهو وضد حكومته إذا ما كان سببا في تعطيل الصفقة طيب هل تلحظ أن هناك تغيرا دكتور أبو زائدة في موقف الولايات المتحدة الأمريكية نتحدث عن مصار المفاوضات ومصار الحرب كذلك والتعامل مع إسرائيل حتى فيما يتعلق بدخول إسرائيل إلى رفح هناك تغير هناك تغير مهم تغير في اللهجة وتغير في الإجراءات بمعنى الإدارة الأمريكية تشعر أن نتنياهو عمليا هو يعمل على تخريب الجهود التي تقوم فيها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تخريجة سياسية أمنية إقليمية لهذه الحرب نتنياهو لا يسير في نفس الاتجاه التي تسير فيه الولايات المتحدة الأمريكية ولذلك هناك التغير في هذه اللاجة حتى في موضوع الصفقة في موضوع الصفقة الولايات المتحدة الأمريكية أنا شخصيا مقتنع أن الولايات المتحدة جادة بأن هدنا أربين يوم وكمان أربين يوم وكمان أربين يوم يعني مية وعشرين يوم سيكون من الصعب وسيكون وقت كافي جدا لأن يكون هناك حلولا سياسية وأن لا تعود وأن لا تستمر هذه الحرب هل تنازلت حماس دكتور سفيان أبو زايدة وهل الضمانات التي تقدم اليوم من قبل الولايات المتحدة هي كافية ومطمئنة بالنسبة للحركة بعد سبعة أشهر من الحرب يعني أنا في اعتقادي أن المرحلة الأولى ربما يتم التفاهم عليها بمعنى حماس تستطيع أن تتعايش مع المرحلة الأولى مع الدفع الأولى من المحتجزين والأسرة الثلاثة وثلاثين أو الثلاثين ما بعرفش قديش بالظبط والأربعين يوم الثلاثين واربعين يوم هدنة هذه تستطيع حماس أن تتعايش معها حتى بدون تعهد واضح في الاتفاق أنه يعني تتعهد إسرائيل بعدم استعناف الحرب لماذا؟ لأن ما سيبقى لديها أوراق ضغط حوالي أكثر من أربعين إلى خمسين كلهم جنود وضباط إسرائيلين بما في ذلك ضباط مخابرات هذه ورقة كافية تستطيع أن تتمسك بها حماس إلى أن يتم الموافقة على الشروط التي تريدها وتضمن بما يكفي أنه لن يكون هناك استعنافا للحرب بعد انتهاء ملف الأسرة ما المتخوف منه دكتور أبو زايدة؟ المتخوف منه الآن أن يكون التعطيل بالدرجة الأساسية من قبل نتنياهو هذا التخوف كبير نتنياهو سيتلكى نتنياهو سيصدر عنه تصريحات كما صدر هذا اليوم ناخد بعين الاتبار أنه خلال اليوم كان يوم سبت الآن خلص السبت وبالتالي سنجد سيول من التصريحات التي مع والتي ضد ولكن رأينا كيف أهل الأسرة مباشرة خرجوا إلى الإسرائيليين خرجوا إلى الساحات ويطالبون فورا بإرسال الوفد الوفد الإسرائيلي للتفاوض وإنجاز الصفقة لعند نتنياهو قال لن أرسل الوفد قبل أن أتلقى يعني موافقة حماس الرسمية على هذه المقترحات التي قدمت وبالتالي التخوف الآن هو أن يخرب نتنياهو هذه الصفقة أمامنا ربما ساعات بل أيام على الأكثر حاسمة في عمر هذه الحرب في منطقة الشرق الأوسط كذلك في مستقبل قطاع غزة والقضية الفلسطينية دكتور سوفيان أبو زايد الوزير الفلسطيني الأسبق كنت معنا مرام الله شكرا جزيلا لك